مشاهدينا نحن الآن في ستوديو القاهرة في بيت للكل ونكمل هذا الموضوع الهام النكبة وفلسطين الحقيقة حتى هذه الكلمة يعني نتمنى أن تزول ونتمنى أن نكون هناك كلمات أخرى الاحتفال والعودة والنص ورفع العلم الفلسطيني نواصل معكم اللقاء من ستوديو بيت للكل ولقاءنا مع الأديب والدبلوماسي الأستاذ ناجي ناجي مساء الخير يا فلس مساء النور أهلا وسهلا يعني عندما نتحدث عن فلسطين نتحدث عن جزء ودولة عزيزة وكيان كبير جدا تربينا وموجود داخل القلوب خلينا نروح مع حضرتك إلى ما قبل هذه النكبة كلمنا عن فلسطين كيف كانت كدولة كيف كان الحال الفلسطيني وكيف كان الشأن ومن هم الفلسطينيون اللي كانوا موجودين وعايشين في بلدنا هناك يعني شكرا جزيلا على هذا السؤال بالرغم من أنه سؤال ذو شجون حقيقة ولكن ربما من المهم للغاية التذكير بما كانت عليه فلسطين قبل النكبة هذه الذكرى الأليمة التي هي عار على جبين الإنسانية جمعاء وليس في المنطقة فحسب فلسطين قبل النكبة كانت إحدى أهم المراكز الحضارية في المنطقة كانت كلنا نعلم أن هناك كان بعض الدول التي لديها إرث حضاري كبير جدا واحدة من أهم هذه الدول كانت فلسطين فلسطين التي كانت قلعة حضارية وفنية وثقافية بما تحمله الكلمة من معنى فلسطين التي كان لها إرث عقائد كبير عند المسلمين والمسيحيين على السواء البلد الأرض التي تحمل كنيسة البشارة والميلاد والقيامة والتي تحمل أولى القبلتين وثالث الحرمين وبالتالي هي لم تكن منطقة عادية في هذا العالم وإنما كانت منطقة مميزة منطقة لها تأثير قوي في كافة المناحي الموجودة ربما من بعض الشواهد التي نستذكرها سويا على سبيل المثال أن الكاتب الكبير ميز زيادة ولدت في فلسطين وهي من أبن سوري وأن الموسيقي اللي السحاب على سبيل المثال وأيضا من أبن لبناني ولده في يافا في فلسطين هذا يأخذنا إلى السؤال لماذا كان يأتي هؤلاء من كل أسقاع الأرض اللي يسكنوا في فلسطين قبل هذا السؤال علشان وحضرتك بتتكلم أنا يهمني أن الجيل الجديد الذي لم يعش ما عشناه نحن من أجيال مع القضية الفلسطينية يتعرف أيضا على فلسطين أصلها واسعة إحنا بنتكلم على أريحة بنتكلم على يافا على رمالة على نابلس على الجليل على بيت لحم كل هذه المدن القدس طبعا غزة كل هذه المدن كيف كانت يعني يسمي الأشياء حتى الناس كمان تعرف فلسطين مش 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 مجرد يعني القدس وغزة زي ما بنسمع أو رمالة فلسطين فيها أماكن كثيرة صحيح أستاذة شافكي كل فلسطين كانت منبع حضاري وربما من المهم الإشارة إلى مثلا أن القدس وحدها عام 1930 كان بها 33 فرقة مصرحية هذه الفرقة المصرحية بدأت فرقة مصرحية مدرسية ثم كنسية ثم تجارية بمعنى أنه هو مسرح كامل على الإطلاق فلسطين عام 1920 أصدرت مجلة اسمها مجلة النفائس هذه المجلة كان رئيس تحريرها خليل بيدس وهو أول من ترجم توليستوي على سبيل المثال إلى اللغة العربية كان بها 55 مجلة و 27 صحيفة كانت تصدر بشكل متواصل في فلسطين حتى عام 1948 قوة النعمة كانت قوية جدا بالطبع وهذا أحد الأسباب الإذاعة الفلسطينية هي الثاني إذاعة في كل المنطقة بعد إذاعة مصرية كانت إذاعة القدس وربما من بعض الكواليس الموجودة لأن مثلا فنان بحجم الفنان العظيم محمد عبد المطلب كانت الإنطلاق الحقيقية لمحمد عبد المطلب من إذاعة القدس هنا القدس معكم محمد عبد المطلب نعم صحيح كان بيغني إيه محمد عبد المطلب وقتها يعني كل أغانية الأولى التي بدأها يعني طبعا بالبداية كان هنا في إذاعة القاهرة ومن ثم بدأ الإنطلاق والانتشار الحقيقي في مدينة القدس أيضا المطربة أسمهان المطربة العظيمة طبعا كوكب الشرق أم كلشم أم كلثوم جاءت إلى فلسطين وأحيات حفلين أين الحفلة كانت؟ الأولى في القدس والثاني في حيفا حيفا نعم والحقيقة أنه هذا في وراها قصة كبيرة وعظيمة المغزى والمعنى أنه هذه الفنانة العظيمة عندما لقبت بكوكب الشرق كان تيمنا بكازينو اسم الشرق في حيفا وقت ذاك عندما ذهلوا بصوت هذه الفنانة العظيمة فسموها هي كوكب للشرق نعم نعم أنا أول مرة أسمع معلم هذه قصة تسمية هذه الفنانة العظيمة وهذا أيضا يعطينا قدش كان في ذاك الوقت العلاقات الثقافية يعني الجيرة بمصر وفلسطين زي ما فلسطين وسوريا ولبنان كانت مفتوحة بعض كان عالم موجود وفلسطين هذه المدينة الحضارية اللي كان فيها كل هذا الكم من الأداء الثقافي والتراثي والحضاري الكبير الذي الحقيقة لا نستطيع إلا أن نستفكره بغصة في القلب ولكن بنفس الوقت هو دليل على تجذير هذا الشعب على أرضه طوالي الفترات الماضية أقول لحضرتك مثلا أن الفرقة المسرحية كانت تأتي من مصر لتعرض يعني يوسف بيك وهبي كان ضيف دائما كان عنده فرقة اسما فرقة ترامسيس المسرحية كان دائما يذهب إلى حيفا وعكا ويافا ويعرض هناك بشكل دائما نعم توفيق الحكيم هذا الكاتب القام الكبير كان دائما موجود إسعاف النشاشيبي كان في القدس عنده أول صالون أدبي في المنطقة على سبيل المثال نعم سأقول لحضرتك هو أساسا حركة المسرح بدأت في الشام صحيح يعني حركة المسرح أصلا فكانت قوية جدا صحيح لماذا اختار الاحتلال فلسطين في هذا التوقيت يعني هذا سؤال هام ويأخذنا إلى عام 1886 عندما كان في ذاك الوقت في ثلاث مقترحات لإقامة وطن قومي لليهود هي أغندا، الأرجنتين، فلسطين بعد مداولات كان في أكثر من تيار ولكن فلسطين كانت لسباب ثلاثة الأول هو الموقع الجغرافي المتميز ثانيا هو مصالح الدول الاستعمارية الكبرى في ذاك الوقت وعلى رأسها بريطانيا ثلاثة وهو الأهم بالنسبة لهم أنهم كانوا سيوجدوا ذريعة دينية قائمة على الأسطورة وبالتالي بالنسبة لهم كان من المنطقي هو تسويق فلسطين في ذاك الوقت صحيح فبعدها قصة حائط المبكة طبعا طبعا وتأويل الأديان والعقائد وما إلى ذلك بعدها عام 1897 عقد مؤتمر بازل الأول في ذاك المؤتمر تم إقرار أنه فلسطين كأن تكون هي الوطن القومي لليهود ثم كان وعد من لا يملك لمن لا يستهر نعم وعد بلفر المشؤوم الذي أيضا كان من الأمور التي أسست لمفهوم إقامة وطن قومي لليهود على أرض دولة فلسطين ومن عبثية الأشياء أن حتى ما كتب في كل الأدبيات المتعلقة بتلك الفترة كان يقول على أرض فلسطين يعني هناك اعتراف منذ الوثائق الأولى لإهداء هذا الوطن الذي له أصحاب وأرباب إلى فئة معينة كان على أرض لها شعب ولها أصحاب ولها من يستحقون ولها كيان كامل ولها حضارة ولها تراث ولها إرث ومن ثم من بعد ذلك كان بدأت الهجرات ولكنها كانت قدر مع الأوروبيين على وجه الخصوص والدول الاستعمارية كانت تدفع بهذه الهجرات إلا أنها لم تصل إلى الحد الذي نستطيع أن نقول أنه حقق المبتغى الأوروبي والاستعماري وأيضا اليهودي في ذاك الوقت حتى جاء العام 1936 في ذاك العام كان هناك الثورة العربية الكبرى ضد الهجرات التي كانت موجودة وضد التمييز الذي كان كان الانتداب البريطاني يميزه وكان محاولات التسهيل القائمة وتوالت المبادرات من 1936 حتى هناك استجلاب لعصابات الهجانا والأرغون والشتيرين حتى جاء العام 1948 في ذاك الوقت طبعا قبلها كان في قرار التقسيم قبل ذلك كان واضح أنه هناك الرغبة رغبة المجتمع الدولي وبدافع حقيقي من الدول الاستعمارية ذاهب إلى تقسيم فلسطين وهو ما رفضوا العرب والفلسطينيون على السواء ثم كانت النكبة هذا العار الذي لم يأتي مثله في تاريخ البشرية عندما تحالفت العصابات على هدم هذه الحضارة العظيمة على أرض فلسطين على اغتصابها هذا كان اغتصاب طيب سؤالي هنا يعني يمكن أنا يسعدني كثيرا أن أنا شفت فلسطين وأكلت من أرض فلسطين وقفت على أرض فلسطين ويا رب أرجع أروح فلسطين كلها يعني لكن سؤالي هنا بعد استجلاب خليني أقول الصهاينة أو الإسرائيليين من أسيا ومن أفريقيا ومن أوروبا ومن أمريكا وهكذا إلى أرض فلسطين من الفلسطيني الذي بقي ومن الفلسطيني الذي اضطر أن يهاجر يعني هو كان من نتائج النكبة تهجير نحو 800 ألف فلسطيني تمام تهجيرهم من أرضهم من بلادهم وكان أيضا ربما أنا يعني أفهم من هذا السؤال مغزا أنه الوضع كان على الميدانية من أصعب ما يمكن ارتكب الاحتلال في ذاك الوقت العصبات اللي كانت موجودة سبعين مجزرة سبعين مجزرة أودت بخمسة عشر ألف شهيد و 3500 من العرب أيضا إبادة نعم هي حرب إبادة حقيقية ولا هذه المجازر التي طبعا كل دولة الكيان حتى هذه اللحظة تحاول التستر عليها دائما ونفيها وأقول لك أن هذا العام على سبيل المثال هناك فيلم اسمه التنطورة هذا الفيلم اللي أنجزوه إسرائيليين وفي هذا الفيلم هناك اعترافات من القتلى نفسهم وهم طبعا كلهم طاعنين في السن الآن وهناك محولات للتكتم التام عليهم ولكن هناك تسجيلات أخرجها مخرج وهم يعترفون بمجزرة تنطورة كيف تمت وكيف تم دفن الفلسطينيين في ذاك المكان أهل المكان أهل القرية وهذه المجزرة التي تمت في التنطورة مثلها تم سبعين مجزرة وبيدة خلالها خمسمية واحد وتلاتين قرية فلسطينية وتم احتلال سبعمية أربعة وسبعين قرية فلسطينية لذلك عدم نتحدث نعم هي ليست حدثا عابرا في التاريخ وهي ليست بالأمر السهل وعلينا أن نستذكرها بكل مآسيها كل عام لكي نورث لأبنائنا جيلا بعد جيل ما تم في هذا البشرية على جبين هذه البشرية من عار أعتقد أنه من غير اللائق على الإطلاق بعد مرور كل هذه السنين أن نأتي ونتحدث عن العدالة طالما هذه النكبة حتى الآن أثارها تلوم ليس بالفلسطينيين فقط أكيد أعرف حضرتك أنا مش خايفة على الجيل اللي موجود لأن ما حدث في الشيخ جراح أكد لنا بأنه الأجيال بتولد أبطال لكن سؤالي هنا وأنا يمكن شفت الفلسطينيين اللي موجودين الآن في فلسطين اللي متعلمين اللي مبتسمين المكافحين الرابدين اللي بيتنقلوا علشان يشوفوا أهليهم وهم فتحين صدرهم وعايشين الحياة يعماروا ويبنوا من هو الفلسطيني الشاب اللي بيعمر الآن رغم كل الصعوبة اللي موجودة 150 ألف فلسطيني كانوا عن 48 في أراضي 48 اليوم عددهم 1.700.000 الفلسطينيين الذين هجروا الآن عدد اللاجئين في الخارج 6.600.000 فلسطيني هذا المقايدين في الأنروا غير الباقيين الشعب الفلسطيني حسب دارة الإحصاء 14.200.000 فلسطيني في العالم كل واحد منهم هو سفير لبلده جيل بعد جيل الفلسطيني عم بيورث السردية الأم عم بيورث الرواية طالما الرواية بخير صدقيني الظروف ميدانيا وموضوعيا حتما ستتغير يوما ما المهم الحفاظ على الهوية على الذاكرة على قصة على ما جرى ودون ذلك الظروف بالنهاية هي ليست مطلقة وهكذا عجلة التاريخ تقول ذلك وليس نحن نقول ذلك ما هو أولا الأمل للأجيال اللي عايشة بتتعلم وعايشة داخل فلسطين يعني تجوب فلسطين يعني طول الوقت بتدفع وبتتعلم نعم هو هذا الصمود على الأرض المرابطة على الأرض الطبيب والمهندس والسياسي والديبلوماسي والكاتب والشاعر الفلسطيني الذي اختار بأم إرادته أن يبقى على هذه الأرض وأن يقول أنه سيبدع وسيمارس كل أنواع الإبداع والنجاح وفي نفس الوقت سيذود عن أرضه سيذود عن هويته لن يغادر هذا الأرض مهما جرى لذلك لقد ابتلينا بأسوأ احتلال على الإطلاق ولكن أيضا هذا الاحتلال قد وجه بشعب صامد على أرضه يعي قدسيتها يعي أهميتها ولن يغادرها على الإطلاق الحقيقة أستاذ ناجي نحن نحلم بيوم الفرج واليوم اللي ممكن نكون كلنا موجودين أنا بتهالي الكل حيمشي إلى الفلسطين علشان نحقق يعني نشوف العالم ونشوف الناس ونرجع أرضنا وبإذن الله ربنا يكتب لنا العمر ونكون من أوائل الناس اللي موجودين بشكرك شكرا جزيلا حيظل يوم النكبة زي ما اتفقنا هو يوم فارق ولن تنسى الأجيال أبدا